بسم الله الرحمن الرحيم أقول وبالله التوفيق الحمد لله المبدي المعيد الفعال لما يريد دي العرش المجيد والبطش الشديد الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترضيد الحمد للذي هو السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له واحد لا شريك له فرض لا مثل له صمد لا ضد له منفرد لا ند له وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لن قطع له دائم لن صرام له ربي لم يزل ولا يزال ربي لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال لا يقدى عليه بالانقذاء والانفصال ربي لا يقدى عليه بالانقذاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراد الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه أحبابي الكرام أخوكم أبو حور صاحب قناة الرائدة في الروحانيات جاءكم بهذا السر العظيم هذا المتلت المخلص الشريف الذي له أسرار لا تعد ولا تحسن والكيف يكيد كيف ذلك أخذنا صورة الإخلاص صورة الإخلاص معروفة هي بسم الله الرحمن الرحيم قلوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفونح عددها بالحساب بالجمل المغربي 792 792 بالحساب بدون بسمالة أما بالبسمالة فشيء آخر أخذنا هذا العدد ضربناه في نفسه 792 نضرب في 792 أعطتنا هذا العدد اللي هو 944 784 هذا العدد الذي خرج لنا من ضربه في نفسه ضربناه في 7 لما 7؟ لعدد الأيام وهذا العلم يعرفه أصحاب الروحانية ضربناه في 7 أعطانا 6 ملايين 613 1488 هذا العدد الخارج ضربناه في الجلالة في عدد اسم الجلالة العظيم اللي هو 66 أعطانا هذا العدد اللي هو 436 مليون 490 178 هذا العدد الذي خرج قسمناه على 3 نزلنا بها في القلب في الوسط في الغوت في القطب هذا هو القطب نقصنا منه 4 ودخلنا للمفتاح هذا هو المفتاح وسرنا بواحد من واحد هنا الاثنين ثلاثة الأربعة الخمسة السبعة الثمانية هكذا يكون التعمير لا تخالف التعمير وأن تكون الخانات متساوية لا تكون واحدة أكبر من الأخر تكون الخانات متساوية متقادة والأعداد تكتب بهذا الأرقام بهذا الأرقام محاط بقوله الحق وله الملك وب قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أنا أحد ثم تحيطه أو تذيره بالفاتحة الشريفة إلى آمين وتكرر كلمة آمين ثلاث مرات لا تنسى لا تنسى سورة الإخلاص كذلك هي الفاتحة والمعوذتين وسورة القدر إن بالبسمالة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرى كلهم بالبسمالة بالبسمالة وصورة قريش وعندما تصل إلى وآمنهم وآمنهم تكرر كلمة وآمنهم ثلاث مرات وتتميم الصورة آمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله اعلموا جيدا أن هذا هذا الجذول يكتب ويصلح لفك السحر فك المعقود لبطال السحر للقبول للجلب لعدة أشياء لا حصرة لها ولا مكان لا هنا فهي بحر بلا ساحل كيف لا وصورة الإخلاص وما أدرك من إخلاص من واضب عليها كان له سر عظيم تكون في مكان وحدك لا يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى وتكون نية صادقة فإن قلت سأجرب أو شككت فيه لا ينجح معك تكتب في ورقة أو في صحن أو في إناء أو في شيء من الأشياء من الطين ويستحم للاستحمان في مكان في مكان خالي لا في المرحال أو في دورة المياه أو غير ذلك فوالله إنها لمن الأسرار العظيمة التي أعطوها لنا شيوخ المغاربة حفظهم الله ربي حبيبي سيدي مولاي صلي وسلم على صاحب الوفاء بالعهود صاحب الرغبة والترغيب والبلغة والنجيب والحوض والقديم صلي على سيدي محمد الأواب الناطق بالصواب المبعوث في الكتاب النبي عبد الله محمد كنز الله كنز الله صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوتر والسلسبيل وقاهر المضادين مبيد الكافرين قاتل المشركين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم رسول رب العالمين وشفيع المدنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وأمر التمام المصطفى من أطهر جبلته صلي عليه صلي يا رب وسلم عليه صلاة وسلام دائمة على الأبد غير مضمح الله صلي عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حبوره ويشرف بها في الميعاذ بعته ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوت الهوامع صلي صلي من أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها دياما وأصفاها رغاما فأوضح الطريقة ونصح الخليقة شهر الإسلام كسر الأسنام وأظهر الأحكام حضر الحرام عم بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلوات والسلام صلي عليه يا ربي صلاة تكون ذخيرة ووردة صلاة تامة زاكية يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان صلي اللهم على أفضل من طاب منه البخار سما به الفخار استنارت بنور جبينه الأقمار وتضاءلت عند جودي منه الغمائم والبحار سيدي حبيبي ونبي ونبينا الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاذ والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار صلي صلي يا ربي عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصاروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأضيار وهمعت بوبلها الديمة المذرار ضاعف الله عليه دائما صلواته اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصوفة دائمة الاتصال بدوام الجلال والإكرام صلي يا ربي على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلال وشمس النبوة قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة صلي يا ربي عليه صلاة دائمة دائمة اتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي صلي على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفأ صلاة تنجين من حر جهنم وبي سلمها صلاة تنجين من حر جهنم وبي سلمها صلي على النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد صلاة تكرم متواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه صلاة على السيد النبي محمد النبي الأصيل السيد النبي الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له على أعلى الملكوت أراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال وعلينا معه كذلك يا رب العالمين وعلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأساتذتنا ومشايخنا كافة أجمعين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربي حفظنا حفظ بلدنا من الفيضانات من الزلازل من البراكين من الأمراض من المتربسين الذين يتربصون بهذا البلد الطيب الحبيب المغرب حفظنا حفظ ملكنا حفظ شعبنا حفظ أمتنا الإسلامية كلها أينما حلت وارتحلت اللهم يا ربي رخص علينا أبعد عننا الغلاء أبعد عننا الغلاء أبعد عننا الغلاء أبعد عننا الأمراض أبعد عننا العلال أبعد عننا جميع المشقات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين